نقوز حراسة المرمى في المنطخب الوطني التونسي خلينا نقوله نقوز ذرب على خطر اليوم بصراحة بصراحة اصبح مشكل طو نحكي بالليديتاي ونفسر عليش بالنسبة لي نشوف فيه انه حراسة المرمى في الوقت الحالي اصبح يمثل مشكل واختر في المنتخب التونسي لكن اقبل كل شي نحب نقول على سليم ومرحبا بالنس الكل حب نشكر الناس الكل اللي تفعلت معنا في الفيديو متاع البارح اللي الناس كل معناها برافو يعطيك صحة خاطر هذيك الكلام اللي لازم يتقال خاصة وقت اللي الناس متلوش على مصلحة المنتخب التونسي ان اللي غيذني اللي غيذني كونه عليش بلاتواتنا واعلامنا واللي هو رو منا فينا نبدو نمجده في ملاعبية بار كونتر ملاعبية اللي بش يعاونه المنتخب ولي بش يرفعه راية تونس البره هما اللي يكلوا العصاء ونضربوهم وديما تحطوا لكن بالحاجات الخائبة ليه وفما نقطة مهمة بش نوضحها بخصوص الموضوع متاع البارح هو معنا وقت اللي يقول لك اللي ملاعبية هذيك وما نعرفه مش كونت عرف نعرف حيثم الجويني ونعرف يوسف المساكني نتسائل يكونه الشخص هذا اللي يقول الشي هذا كيفاش توصل انتي موجود في بلاتو تتكلم في النس وتخطب في النس خاطر النور مول ما يعرفش يكون هو اللي يسمع في النس وهو المتلقي مش يكون هو اللي قاعد يسمع في الناس شنو neurot اخر اخبار ملاعبيتنا الدوليين ان اكد لكم اللي انا وبرشا كيفي قاعدين نعملو في الحاجة هذي وقاعدين نحكيو على ملاعبيتنا الدوليين نعرفوا اكثر منهم ونعرفوا خير منهم ونعرفوا الديتاي متاع الملاعبية متاعنا تسور انت محد مصير بها بها معلم ينسألك يقول لك الجوار عليه هو ما نعرفههوش يقول لك الجوار يقول اي منعرفهوش عبارة ذي مش يقرأ ولا من على الشنا عنده كون كور ولا عنده يجي يشوف يلقى روح هو تعرف تجيب ع السؤال هذا ما نعرفش تعرف شنو خدمنا في المنعرشان هذا ما نعرفش تعرف تعمل هذي ما نعرفش يمعلم مالاش تعرف شنية قاعد تعمل انتي في البلاسة هذيك وزيدا فهم حاجة اخرى حزت في نفسي هي انه لو انسان ياخل بتاع الفيديو متاعك ولا هو بيد وياخذ ويحكي عليه ويحاول يبدل في شوية او ما اكتب من لوتا باي اكس مثال وإلا بدل شوية ما تاخذوا كوبي كولي وتعاودوا هو بيدوا بنفس الكلم وبنفس الافكار وتقولوا كيف ما هو انا بصراحة الهني راني نستغرب وشالا يكون الميساج والسلم نرجع تاوى للمنتخب الوطني تونسي اللي هذيك همنا راو اليوم اليوم رانيك ندافو على ملاعبيتنا وندافو على المنتخب وندافو على اكس ويجريج وزيد راو لي اعلى راية تونس لاكثر لاقل وكذا تحط في الموقف هذا وفي البلاسة هذيه توتفهمش معناها لازمك تخدم ولازمك تحاول اتخرج برشة افكار في مصلحة المنتخب التونسي نرجع الموضوع قلت رو حراسة المرمى مانا هي في مشكل في الوقت الحالي لانه وقت اللي نمدحو مليعبي كما اي من دحمين مانا بدحناه وتحدثنا عليه ودفعنا عليه باهي اما زادا راو مش بالضرورة زادا ما ننتقدوش وما تحدثوش عليه وما نقولوش الحاجة هذيه غالطة اليوم يلعب مقابلة ضد النصر السعودي بهي اوكي النصر قوة هجومية والتاريخ واللي تحب انت ساديوماني نسميلك ملعبية دوخ لكن زادا يا معلم وقت اللي كل ماتش مش تقبل لي زوزو ثلاثة وخمسة اه بصراحة نقول لك رجع افكارك بصراحة نقول لك رك انتي طوب مش تهزنا لاثنية خايبة على خاطر انا نرجع بيكم شوية بالذكرى ونذكركم في البلبولي وقت اللي انت قل للساعة ودية نسيت الفريق اللي يلعب فيه لكن وقتها ايمن البلبولي ما كانش نفس الرندمون اللي يمشي به في الوقت هذيك يلقى روح وياكل فيه خمسة وياكل فيه ستة وياكل فيه ربعة وياكل فيه ثلاثة ويبدأ للقارديان روعية بروة بتعرف عليش نقول لنا عيب خاطر انتي رك صحيح اليوم بيشتق بالاهداف اما روقت اللي تستنسلي انك كل ما تشتق بالبونتويات لهنية الكارثة والموعد لاوين لهنية المشكلة اللي رايمة الداويش اللي انا مبعد راني مفكر يسير لك نفس سيناريو انت عايما البلبولي كنت تحدث عليه اللي راوه من الاخر في وقت من اللوقات راو عادي جدا يلقى روحه مجبر وانا كميليا جارديان في المنتخب الوطني التونسي انك تخرج من فريق النادي الشي اسمه هذي الحزم اللي تلعب فيه توا وتنتقل للفريق اخر يكون على اقل هو من الفراق اللي قاعدة تنافسه اللي قاعدة على على اقل تقلع فيما تشوياتها وإلا اذا كان قاعدت في السعودية امشي الفريق يكون فريق محترم امشي للتعاون امشي من عرشنا الفراق المحترمة مش شو قول لك انا راك اليوم باش نفس بونو واللي راو تحب ولا تكره بونو يلعب في المغرب وانتي تلعب في تونس وحجم المغرب وتونس راو ما يختلفوش على بعض همبرشة لتحب تحكيلي تاريخيا لتحب تحكيلي على ارقام لتحب تحكيلي على مشاركة في كاس العالم تحب تحكيلي على كوبدافريق على اللي هو لكن المشاركة الاخرانية هو عاملوا فيهم انجاز ان شاء الله في المشاركات المقبلة حتى احنا زادنا عاملوا انجاز باهي نكملوا مع اي من داحمين اللي قلت راو اليوم اصبح يمثل اخترت ولي انا شخصيا نحبذ انو انتي تحب تقعد في السعودية وانك سمحني في الكلمة تحت تمشي في الساقين خير من اللي نلقى منتخب الوطني تنسي يعاني في حراسة المرمى ونلقى معناها اي من داحمين قاعد يكاور تيتولير ويكون موجود اللي هو مرة يكل ثلاثة ومرة يكل اربعة كما كلاه خمسة اليوم وكلاه ما نتصور الفريق متاعه قابل حداشن بونتو في ثلاثة ربعة مات شويت ان شاء الله النقطة هذي يخدم عليه اكثر ايطار الفني منتخب التونسي اللي راو اذا كان بش توقع تقبل هكا في بونتويت ماذا بنا يتنحى وما يكونش موجود نواصله مع اخر اخبار لعبين الدوليين وجملة هكا من الاخبار اللي راو بصراحة معنا نستغرب بشدة هي انتقالة لعبين التونسيين اللي الهنية نحكي على كريم الرقيق نحكي على عمر الرقيق اللي عب يلعب معناها في ارسونال واللي كانت له تجربة عامنية ومشي الليك دو الشامبينشيب في الانجليتير واللي عمل ستة شهور ممتازين جدا في نادي ويغن ما نلقى الملعبي يعاود يسح كونترا مرة اخرى مع نادي ويغن لكن المرة هذي نلقاه الفريق يتيح للديفزيون تروى صحيح لو تقول لي حمزة رفيع كان عنده بساج به في الليك تروى اللي كان في ايطاليا ومبعد رالانسا الكاريري متاع ومبعد يلقى روحه موجود في نادي ليتشي نقول لك صحيح ملكن ليست كل مرة تسلم الجرة لو هذا معناها بالنسبة لي انا هذي رؤيتي لانه المليعبي عنده بكود وكاليتي بيش تخليه موجود ويكور ويكون موجود على الاقل في فريق محترم يكون موجود في الشامبينشيب يكون موجود على الاقل في في وين بش نقول ومثلا في البريمير ليج يكون في فريق متوسط يكون ما نعرش انا في اي فريق كان اما انك تتيح للديفزيون تروى وتلعب في الديفزيون تروى ما نشبش نقول ريح حاجة بيه والحاجة ايجابية لانه الواقع يفرض عليك انك بش تدفيع لما على الخبار كيف ما هو رك مليعبي يلعب في ارسونال يتيح للتروى مش في ناخدوها اكسيبسيون معناه نقول ولم لعبي يدها بش يسيره كيمة حامزة رفيعة لكن ان شاء الله في مستحة المنتخب التونسي وان شاء الله زادة كلمة اخرى للاتار الفني للمنتخب الهناه ونتوجلهم بالكلمة لان خاطر انا متأكد اللي قاعدين يتفرجوا في الفيديو متاعنا انه على الاقل نيقفوا مع الملعبي يدها كيمة وقفنا مع برشام لعبية كيمة وقفنا مع ابن سليميان في وقت من اللوقات كيمة وقفنا مع حامزة رفيعة اللي رو معناه نسبيا نوقفنا معه في الكواليس تحدثنا معه في التاليفون قلنا له والله يا ركي وقت اللي تكون فيرمي وقت طعم تشويت ما ينجي المنتخب اما ماذا بنا نرقى ودازل الملعبية هذا على الاقل يكون موجود معنا في المجموع واللي رو اذا كان بش تكون باري هو بالملعبية والديفونسوريت اللي موجودين رو ما هو اش كارثة رو ما هو اش ما يعرش يلعب كورة القدم معناه انتي بش نحيه وتحطه نعرش انا اكس ولا يجريك ما غير ما نقعد نسمي في الاسمية بالمسميات المتاحة ان شاء الله يكون المساج هذا يصل الانتقال الثاني اللي زاده كيف كيف معناه بصراحة معنا استغربت منه هو انتقال اسماعيل الغاربي معناه وقت اللي تكاور في البي از جي وقت اللي تعمل في ما تشوي تبين وقت اللي تلقى لكيب ناسيونال تحكي عليك وقت اللي تمشي الاسبانيا في عمرة 18 سنة وقت اللي برشة حديث واسمك يطلع وبرشة كليم على مليا بيدنا لكن في الاخر ينتقل الى فريق يكون موجود في سويسرا انا شخصيا راني نستغرب جدا لانه لا مقارنة ما بين البطولة الفرنسية والبطولة السويسرية على المستوى الفني وزيد اكثر من ذلك ان شاء الله يكون مثبت من المعلومة الفريق اللي انتقل له اللي دي لوزان معناه يمزل الصاعد حديثا للدرجة الاولى السويسرية معناه مش قاعدين نحكيه على الني دي معناه معروف في سويسرا ومعروف قاعد يكور وينيفس في ملاشا دوري المؤتمرات ولا ينيفس في الدوري الاتحاد الاوروبي معناه بيش نقوله والله المليعبي هذا مش قاعدين نيس قاعد يكور قاعد يلعب في الشامبيانز ديك مش اخو اكثر تندجوه ان القاول المليعبي معناه شوف من النبو اللي كان فيه ونحكيه معناه على البي اس جي تتيح للنبو وفي فريق اكثر منه وانه طامع بشي قاعد موجود في البريمير ليج ولا موجود في الليك ان في سويسرا ان شاء الله معناها الميساج هذا يوصل زادة كيف كيف لسماعيل الغربي وان شاء الله يخدم على روحه وان شاء الله من المليعبي من اخر اذا كم يجي المنتخب مرحبين ما كيجي ربي معاك تصبال اخير وسكر البيبوراك من المليعبي اخر اللي ما نحبش ندخل اكثر في الديتاي لكن خليني هكا نحكي عليه كليمتين وان شاء الله غدوة حالنا بع المجبري اللي تحول معناه دي مانشستر يونايتد واللي يمكن انه بشي يكون موجود ولنا دي ما نقوله يمكن على خطر وقت اللي ماتش بتاع نوتينجان فوريست ومبعد تلقى المليعبي مش موجود له في الليستة لهبت لكاور لشافة تيرامن اصله ولنا خايفية انتوى صحيح تنقل مع الفريق ان شاء الله يكون موجود واذا كان هبت والعب وكي تقدم مقابلة بش نحكيو عليها سيوية ممتزة وإلا ما هيش ممتزة وان شاء الله نشوفه المليعبي هكا توضح الرؤية شوية سيوية وبش يكمل في الفريق سيوية من عرش شنا تنهاج شنو لي خمم خطر تخلص تعلينا الامور ومعاد فاهمين حد شي عادي تقول مليعبي بش يخرج ويقعد عادي تقول مليعبي بش يقعد من عرش تلقى اخراج ان شاء الله ربي معنا حنا باع المجبري هكا كمانا الفيديو منتا حلقة اليوم يغسيبوكو على المشاهدة نستنى الدعم الكبير منكم اكثر تفاعلات بارتاج نحكيو في الكومنتير شنو اللي ينقص المنتخب التونسي شنو اللي ما ينقصش المنتخب شنو الحاجات اللي زادة النجم ونحسنوه في قدم الايامات شنلقاوا منتخبنا اي نفس ان شاء الله نتلقاوا في فيديو جديد سبحان خيري نس كل موسيقى